اشتركوا في القناة واختارت شركات طائران الروسية عدة دول من بينها المغرب للتوقف في مطارتها بعد ان قررت معظم دول الاتحاد الاوروبي اغلاق مجالها الجوي امام الطائرات الروسية احتجاجا على العمليات العسكرية التي يشنها نظام بوتين على اوكانيا وافد ذات المصدر ان احدى الطائرات التي هبطت بمطار اغادير والتابعة لشركة طائران الروسية انطلقت من مطار فلوكوفو الدولية بمدينة موسكو متجهة الى المكسيكا حيث توقفت في الاراضي المغربية من اجل التزود بالوقود والصيانة كما يتضمن برنامج رحلات الغد رحلة قادمة من بونتاكانا شمهورية الدومينيكانا من المرتقب وصولها صباحا نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء